موسيقى موسيقى فما يقعدونش يقولون لي انه في الاسلام انا بامكاني بامكاني اني ابقى متفرج على الشعوب المظلومة وانا قادر انصرها قادر وما بتفعلش ايش الفرق يعني من بلدي او هيرو ايش الفرق ايش الفرق لكن العبرة انه شو مقاصدك انت ومين انت والشعوب بتقبل هذا الكلام اليوم اليوم الناس بيجي بقولوا طيب اليوم اختلفت الظروف طيب ما هم ما هم فقهاء الاسلام وقادة المسلمين عبر الأجيال كلها كانوا يراعوا الظروف كانوا يراعوا الظروف طبعا اختلف في قدرة ما فيش قدرة اه انول انسب لانه دائما اذا بتلاحظوا القتال هو الحل الأخير هذه الجراحة هذه الجراحة اذا كان في حلول ثانية هي افضل اذا القتال هو وسيلة مش غاية قتال هو وسيلة مش غاية وما يجوز اطلاقا انا اقاتل مشان ايش اني افرض ديني انا الحق على البشر ما بيطلع لي هالكلام افرض ديني على البشر لا انما لاسقاط الحواجز التي تحول بين الناس واخذ الدين اه فيه اني اصلا مش من حق اي نظام ولا اي طاغية انه يمنع الناس تفكر وتوخذ الدين الحق مش من حقه واذا منع واذا تسلط على اقاب الشعوب احنا المسلمين يبادروا اذا قادرين يبادروا واليوم صار في وسائل على فكرة انك تبلغ انت الشعوب والشعوب اليوم واعي على فكرة ايش يعني فيه علم وفيه ثقافة فيه امور كثيرة كانت تقبلها الشعوب القديمة الناس مقبلوهاش اليوم لو يجو اوباما اليوم يجو يقول للشعب الامريكي انا بتدفرض البروتسطنطية اللي هي دين الاكثرية على امريكا اللي اول ما بيقوموا لبروتسطنط بيقولوا له ممنوع تفرض البروتسطنطية على الكاثوليك مثلا ما وفيه كاثوليك ما عدش ما عدش يقدر اصلا واليوم اتصوروا لو انه ما ينفق على الاسلحة على الاسلحة والتسلح في بلاد العرب والمسلمين لو اخذ بس واحد في الالف وانفق في الدعاية والاعلام فقط لدعوة الشعوب هذا والايمان اليوم اذا انت بتقدر تفتح اصلا تفتتح بلاد وتوصل الاسلام بالطريق اللي هي الناس بتتقبلها افضل لانه انت ما يجوز اصلا طالما ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ما يجوز تروح لالتي هي مش احسن على ضوء ايش على ضوء نظرتي في الموضوع وعلى ضوء ضوء مقاصدي شو مقاصدي انا الناس الناس تكون حرة في اختيار الحق حرة في اختيار الحق هل يجوز لي كمسلم ان اسلك سلوك بحيث اضع حواجز بيني وبينهم بيني وبين هذه الشعوب واتيح للظلمة والمتغطرصين انهم يضلوا الامم ما بجوز اذا المسلم المسلم في كل عصر بيشوف ايش ايش الشي الانسب للشعوب لاحظوا الانسب للشعوب انت لما دخلها الاسلام اللي هي اكثر دولة اكثر دولة او نسبة المسلمين كانت في يوم من الايام في القرن العشرين أعلى نسبة مسلمين في العالم الإسلامي كانت موجودة في اندونيسيا طبعاً صار فكرة صار الآن في تبشير فيها وبيستغلوا أنه المسلمين غير العرب مرات المسلمين غير العرب لأنه فموش الإسلام وفيه فقر مراته ومناطق بعيدة هيك ومتخلفين والتبشير إلو أساليبه التبشير المسيحي أقصد إلو أساليب يفوت الضيل للناس واستغلال ضعفهم والضعف طبعاً وإنت بيستغل الضعف كان على فكرة التبشير الغربي الضعف غالباً كان يركز فيه ثلاث قضايا فقر الفقر وقضية المستشفيات والطب وقضية المدارس والتعليم يركز على هذول يركز على هذول الثلاث لأنه هذا اللي الإنسان بيكون فيها جاهز يتعاطف معاك فقير تعطي تعطي فقير بعدين في المستشفى وإنت بتعالجه تمام لذلك على فكرة المستشفيات اللي إنشأت في بلادنا لعلمكم أكثرها كانت تبشيرية بما في مستشفى رمى الله الحكومي هذا هذا كيف بدأ؟ بدأ تبشيري ومين كان فيه على فكرة النيرسات الموجودات اللي هم يسمون ممرضات كانوا الرهبات الرهبات اللي كانوا في قبل قبل ما يتحول فيما بعد لمستشفى حكومي وشوفوا في القدس كمان المستشفيات كلها شو أصلها كان لحد اليوم في منها لا يزال فكانوا يدخلوا للناس عن هذا الطريق خصوصا إحنا المسلمين يعني يدخلونا وين فيه فقر جمعيات ومش جمعيات وعطي مساعدات وين فيه طب وبكون إنسان ضعيفه ولما تعامله بلطف هيك وتمام ومين اللي يعامله بلطف الرهبة كانت تكون لابسة وهي الممرضة اللطيفة ولما بشعروا إنه هذا الطريق بيزبطش بكشروا عن أنيابهم بتجد مجرمين غير شكل وقضية الجامعات والتعليم وفي القدس المدارس التبكيرية واللي موجود في رمالله كمان شو كان أصله شو كان أصله تركيز على التعليم لأنه هذا التعليم أنت بدك تنشع الولد منه صغير هذه أساليب أساليب وهذه أساليب إذا بتلاحظوا بدت لما إحنا وعينا الآن تفقد بدت تفقد على فكرة فعاليتها لكن هم كانوا بيستغلوا لما كنا إحنا إيش متخلفين وفيه فقر والحكومات ستكون متآمرة كمان مع هدول الناس لأنه ما النواطير هاي اللي انتوا شايفينها في أكثر بلادنا اللي بسموهم حكام العرب والمسلمين خصوصا في بلاد العرب لا هذول نواطير نواطير ولذلك بيّنت حقيقتهم لما الشعوب أجلت بدأت طالب بحقوقها وإذا بهمشهم ما أبشع خلق الله على الأرض يعني الاستعمار أرحم منهم بكثير اشتركوا في القناة